الشهادات السلبيات تتكاثر لانتقاد شروط السفر والصعود والنزول هذه هي حالة هذا الراكب الذي يدعي انه كان لديه معبر كارثي في 2 سبتمبر من وهران مرسيليا على الشبكات الاجتماعية لا يتردد المستخدمون في تقديم ملاحظاتهم ينتدح بعض الركاب شروط السفر يعبر اخرون عن اشتيائهم واخيبة املهم المعابر البحريات هي الاكثر انتقاد من قبل الركاب بسبب اوجه القصور والقصور المختلفة راكب اراد مشاركة تجربته في السفر مع العبارات الجزائرية انتقد بشدة سيارة العبارة الجزائريات اثنان ومتعهدها الشخص المعني يستحضر كارثه عبور 2 سبتمبر 2022 وهران مرسيليا ويوضح انه تشاجر مع متعهد السفينة الجزائر اثنان لحادث خطير يتعلق برموز الكبائن نفس الرموز المقصورة وفقا للشاهد كان لدى جميع ركاب نفس الرموز بدخول مقصورتنا على حد قوله سيسمح هذا لاي شخص لديه هذه الرموز بالدخول الى اي مقصورة على متن السفينة يشير مستخدم العبارات الجزائرية الى انه اثار المشكلة مع المراقب لكن رده كان فوريا وفقا لمستخدم الانترنيت لم يرغب المدير في العبارات الجزائريات في سماع اي شيء لذلك وصفته بانه غير كفاء وهو لا يتحمل مسئوليته كما يقول راكب وكتب ان الشخص المعني يرغب في وصول هذه الفضيحة من نفس الرموز المقصورة الى السلطات المختصة استمكار تجاوز العيوب الاخرى على متن الجزائر اثنان مثل انسداد الحمامات والتحييف الذي لا يعمل دون ان ننسى مرور العملاء دون تذاكر المطعم بتدخله يخلص مستخدم العبارات الجزائرية